بمشه 24 شناء لا يتابوا بممشلاء حان الوقت لإعادة إسرائيل لليمين هذا ما ادعاه بن يمين نتنياهو الذي يسعى للعودة إلى سدة الحكم مجددا بعد عام قضاه على كرسي المعارضة رافعا من وطيرة تحريضه ضد النواب العرب فالزاعة يخاطب بها هاجسة وعنصرية اليمين الإسرائيلي في الوقت الذي باتت فيه حكومة بينت لبيد مأزومة بصراعات تهدد مستقبلها السياسي تصريح بن يمين نتنياهو في الأمس أنه في صدد إعادة إسرائيل إلى اليمين تصبح العرب والجمهور العربية كما كل انتخابات شمع التي يعلق عليها فشل حكومة فشل أي حكومة راهنة أو أي حكومة قائمة تشكلت كبديل عن الليكود لذلك نحن أمام فترة خطيرة جدا حكومة آيلة إلى السقوط وبكل تأكيد برنامج العمل القادم لأي رئيس وزراء إسرائيلي قادم للأسف مبني على جماجم العرب وعلى التحريض على الجماهير العربي جميع الاستطلاعات تشير إلى تنامي شعبية الليكود في أوساط اليمين الإسرائيلي بحيث يتصدر نتائج الانتخابات حال إجرائها إلى أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة في ظل فقدانه ثقة شراكائه والأحزاب السياسية البارزة ما يضع المنظومة السياسية الإسرائيلية مجددا على المحكي في دائرة لا حسمي واللا استقرار تتعمق الأزمة السياسية في إسرائيل التي شهدت أربع جولات انتخابية في غضون ثلاثة أعوام تقابلها مطالب بتغيير نظام الحكم في إسرائيل بحيث تشير دراسات أكاديمية إسرائيلية أن معدل فترة الحكم في إسرائيل أخذت بالتضائل ولا يتجاوز معدلها عاما وتسعة أشهر ومن جهة أخرى يشير نشطاء أن الأزمة السياسية في إسرائيل لا علاقة لها بنظام وشكل الحكم بل في غياب الأجندة السياسية الحكومة الحالية هي حكومة ضعيفة نحية المبنى السياسي وحكومة أيضا حكومة استطانية متوحشة بكل معنى الكلمة لا تقول وحشية ولا تقول عنصرية عن سابقاتها مشكلة إسرائيل ليس في نظام الحكم مشكلة إسرائيل في من يدير هذا الحكم من يستولي على هذا الحكم أمثلا نتنياهو وبينكفير وبينت لا يكل عنصرية وتطرفا وتحريضا علينا من نتنياهو وغير نتنياهو ولكن تغيير نظام الحكم لن يفيد بشيء التغيير المبدئي والأساسي هو سلام بالشركة الأوسط دولتين لشعبين فلسطين وإسرائيل فلسطين عاصمة القدس سيرورة العمل السياسي منذ أوصله عن 93 حتى الآن انهار ما يسمى المعسكر اليساري ليس هناك أي طيار يحسب على اليسار باستثناء الأحزاب العربية في إسرائيل القائمة الموحدة وبأربع نوابها أدت إلى تشكيل حكومة ولكن بالأخير بالأخير الدولة العميقة في إسرائيل هي التي تحكم وهي التي تأخذ زمام المبادرات لا يهم من يكون رئيس الحكومة أنت أمام سياسة موحدة أمام سياسة يختلف من يؤدي الدور في هذه السياسة تغيرت طريقة الحكم في إسرائيل أم لم تتغير بالتالي الدولة العميقة والأجندات الصهيونية وعلى رأسها الاستيطان والتوغل الإسرائيلي في الضف وكطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة سيبكى سيد الموقف أزمة سياسية تتعمق وحكومة بينت لبيد التي لم يمر على تشكيلها العام الواحد والتي فقدت أغلبيتها في الكنيسة مؤخرا تصارع بقاءها وتنتظر مصيرا مجهولا مع ارتفاع واتيرة الشرخ الذي يصيب مركباتي هذا الاتلاف الهش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر